بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة جماعة هناخد المحاضرة الاطماشرة من مادة الفرماكوكنزي المحاضرة الاخيرة هناخد فيها بعض الفلاورز اللي هي الطبية هناخد اول واحدة السانتونيكا او المورمسيد او الشيح الخراساني خلاص برضو يهمني برضو استخدامتها وفيه كيميكال تيست ليها اسمه كازل باخ تيست بنتحبط البنزين من السانتونيكا وتحط عليه وتكسخن هيدي لك كارمن ريد كالر طيب دي السانتونيكا الشكل بتاعها مش علينا خلاص المواد الفعالة اللي فيها حاجة اسمها والسانتونين السانتونين ده فوتو سانستيف يعني هو بتكسر بالضوء فهو لو هو سانتونين ده هو يبقى قاتل للديدان او طرد للديدان لكن لو حطيته في الضوء هيتحول لكروم وسانتونين وده بيبقى لونه ييلو وين اكتف السانتونيكا قبل ما تتفتح لو الظهور تفتحت هتشوفوا الضوء المادة الفعالة تكسرت الفولوطاي الاويل اللي موجود بيبقى نسبته اتنين في المية هو بيبقى ودي نوع من الديدان اشهر واحد فيهم الاسكارس طبعا كلكم سمعتوا عنه وبيستخدم كمان بس ليه على ومالوش اي على طيب وكمان ممكن يستخدم يعني بيستخدم ضد المالاريا اه الدوز بتاعته نوط اكسيد خمسين ميلي جرام اه بيعمل ممكن يعمل ويأثر على على الرؤية خلاص بيبدأ يخلي الاضاءة تتحول ييلو بعد كده بعد كده ممكن يعمل لو زودنا الجرعة بتاعته ما بيتخدش اسناء ومش الاطفال اللي هم تحت اتناشر سنة طيب بعد كده هناخد او زهرة الكركدية طبعا تعرفينه خلاص اللي هو لونه دي الاشكال بتاعته تحت الميكروسكوب مش مهم خلاص الانسوسيانين زي كالارينج مطر الهيسبيسين هو هو خلاص هو خلاص ويستخدم لخفض الضغط يعني وفيه مواد ارجانيك أسد زي فيه زي الهيسبيسك أسد والستريك أسد والمليك أسد وفيه ميوسيلج وفيه تنين وفيتامين سي طيب هو كويس او يستخدامه كفوق خلاص بيقلل الهيسي اللي في السمك خلاص بيبقى مادة ملونة للناس اللي هما بيقدروش يشربوا حاجات فيها كفايين هو يعني خافض لضغط الدم خافض لضغط الدم بيعملش ما بيستغلش على لو خد كميات طبيعية منه هو وبعضة حين بيبقى وكساريتك يعني بيفضل أمعاء بسرعة يستخدم لعلاج اللي هي السمنة لانه هو فيه مش بيمتص او مش بيتخدم فيه من الانزيمات ولكن هو ليه تأثير يعني ليه تأثير مضاد للخصوبة شوية طيب الاختبارات بتاعته اللي انا ممكن اسأل فيها في العملي البودر حط عليه واحد في المية وخد اللون وابدأ بقى حط عليه امونيا يبقى لون جرين حط عليه امونيا مع فر الكولورايد يبقى لو انت حطيت على الكركدية هيبقى عشان فيه يبقى اي ميوسلج ممكن نكشف عليه بروسيني يعني هما بيعتمدوا في لونهم على يعني لو انت في هيبقى لونهم لو الوسط بتاعك بقى هيبقى لونهم لو الوسط بتاعك بقى سيدك هيبقى لونهم طيب هو مع الناس اللي عندهم كيني ديزيزي مينفعش يستخدموا الناس اللي عندهم مشاكل في الكلة لان هو بيحتوي على كمية كالسيوم اجزالية عالية ممكن ترصف في الكلة وممكن يخدوا بالكم يعني يعني يقلل الخصوغة طيب دي الاشكال بتاعته مش مهم بعد كده ناخد النبات تاني اسمه طبعا ده مشهور اسمه طبعا ده غالي جدا عشان كده بيتغش كتير قوي بتاعته اسمه بعد ما بيحصل يعني بيتحرق او بيتحط على زي هو كتب فوق بيتحول لواحد مول من الكروسين اللي هو لونه اصفر واتنين مول من اللي هو مالوش لون لكن هو مسؤول عن الريحة والطعم طيب وفيه شوية طيب التستات بتاعته السفرون لو حطته مع مية هيدي لك يلو خلاص لو حطته مع 80% هيدقى بلو وبعد كده يوصل طيب استخدام استخداماته يعني هو مادة ملونة مش كارسينوجينيك مادة قويسة جدا بتزود مضر الحيض يعني خلاص طيب لو استخدم كميات كبيرة منه بيبقى توكسك وممكن يعمل طيب بعد كده هنه ازاي الزعفران بيتغش طبعا الزعفران ده يبقى بالجرام يعني يعني ممكن يوصل للجرام يعني غالي جدا فممكن يعملوله ثلاث حاجات ممكن يغشوا بيها اول حاجة ان انت بتعمل يعني بتاخده فيرجع نفس اللون وطبعا ده بتكتشف ولما بتحطه مع ميا بتلاقي لون احمر اللي هو لون الانيلين وممكن تعمل حاجة اسمها فكتيشيا سافرون وده بتجيب عجينة من الدقيق وتخليها تاخد شكل السافرون او تعملها على شكل السافرون ودي بتاخد بالك منها ان انت بتلاقي طبعا لون احمر لون وحطينه على الدقيق بتلاقي عبداء يعمل زيت عليها ده او سائل نزل عليها من الزعفران بيحطوه جليسرين وحاجات دي عشان بتبقى تقيلة وتقل وزنه زي ما قلتلكم ده بتبع بالجرام طيب ممكن نعمل ان انا اغيره خلاص اغير النبات بحاجة اسمها الكلنديولا بدل السافرون خلاص الكلنديولا اللي هي زهرة الاقحوان خلاص الاسم ممكن معروف شوية هو فيها مواد الفعالة اللي فيها خلاص اسمها وفيه حاجة اسمها استخدامه بيستخدم في بيستخدم في العلاج بتاع الجروح لانه هو بيساعد على امتصاص الدمه او يعني انه الجرح يقفل بصورها بيستخدم طيب بعد كده هناخد او طبعا اتليو انتو عارفين ان هو بيستخدم للكحة خلاص يهمني بس تعفل هو هو معرق يعني في حالة الانسومنيا مهد يعني ممكن ينايم خلاص وبستخدم لو واحد عنده كحة اللي موجود فيه طيب اللي اتليو ليه اسم تاني اللي هي زي زفون او زخرة الزي زفون طيب بعد كده هناخد الليفاندر اخر واحدة عندنا الليفاندر طبعا دي مشهورة جدا فام اللي او لميسي ال اكتف كونسيتونس بتاعته بيبقى 36% زيت بتاعه بيبقى غاني بالمادة دي واستخدم في الكوزموتيك سوف توليتري في الفرمسوتيك البربيريشن ممكن يغطي الريح لو مش مستحبة بيعالج الفيلاتيولنس يعالج الانتفاخ بيستخدم في علاج الرماطايد وبيدخل في تكوينات الحاجات اللي هي انتيروماتيك كمان بيستخدم في الاروما سيروبي